خارطة طريق حل الأزمة الليبية المعلنة في القاهرة من قبل أطراف النزاع ما زالت هي الحل الأمثل لتلك الأزمة ولكنها تتطلب إرادة حقيقية من القوى السياسية لأعلاء مصلحة ليبيا وتحقيق التوافق والاستقراره البرلمان العربي أعلن تأكيده على ضرورة تنفيذ بنوت خارطة الطريق المصرية داعيا جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة لتقييب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات أصورا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري مطلع يناير الماضي عقد لقاء ثنائي بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل الصالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة نتج عنه الإعلان عن وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأصص والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات في بيان مشترك لهما واليوم تستكمل القاهرة الطريقة مع الأشقاء باحتضانها اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5 زائد 5 بحضور عبدالله باتلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وممثلية عن السودان والشاد والنيجر إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وهي الاجتماعات التي خرجت بإعلان المبعوث توجهه قريبا إلى السودان والشاد والنيجر لتحقيق التنصيق السريع بينهما واستكمال عملية خروج المرتزقة من ليبيا مؤكدا العمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسي وتعد لأزمة الليبية محور اهتمام السياسة الخارجية المصرية حيث تقع في بؤرة اهتمام وجدول أعمال كافة اللقاءات التي تجمع المسؤولين المصريين والدوليين حيث تؤمن مصر بأن حل الأزمة لا يتطلب سوى توافق ليبي هول قاعدة دستورية تمهد في القريب العاجل لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنقل البلاد من حالة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والبناء